تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من راست خبري زي ما كان متوقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مش هيكون صامت في وجه أفكار بعض الأندية اللي بتحاول تأسس دوري سوبر كبير للفرق الكبرى فقط الاتحاد الأوروبي يبدو أنه بخطط لأخذ خطوة جريئة حسب ما قالت صحيفة التايمز البريطانية هاي الخطوة هي تغيير نظام دوري أبطال أوروبا ابتداء وتقريبا من عام 2024 أهم في هذه البطول المطورة من دوري أبطال أوروبا اللي بنعرفه حاليا أنه الفرق هتخوض عشر مباريات على الأقل في الدور الأول بدل من ستة اللي بتلعبها حاليا وممكن يتضمن الموضوع رفع عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا إلى 36 نادي بحيث يلعب كل فريق مع عشر فرق مختلفة ورح يتم تصنيف هذه الفرق إلى مستويات وبيلعب الفريق مع فرق من مستويات مختلفة خمسة من المباريات على ملعبه وخمسة خارج ملعبه الخبراء بقولوا الهدف هو زيادة عدد مباريات الدوري الأول المثيرة للاهتمام بدلا من النظام الحالي اللي بنقدر نتوقع إحنا فيه 95% من المتأهلين وترتيبهم تقريبا من يوم القرعة طبعا النظام حيكون كالقاتي الفرق اللي بتحتال أول 16 مركز بتأهل للدور 16 بحيث يلعب صاحب المركز الأول مع صاحب المركز 16 صاحب المركز الثاني مع صاحب المركز 15 وهكذا في حين الفرق الثمانية من المركز 17 ل 24 هي اللي حتصير تروح على الدوري الأوروبي هذا نظام بشكل أو بآخر أيضا حيضمن تواجد معظم الكبار في الدور 16 النظام حيشمل تعديل أيضا بنظام التأهل حسب بعض التسريبات فيه ناس بيقولوا على الأغرب حيتأهل كل الفرق اللي بتوصل نصف النهائي للنسخة التالية في البطولة بغض النظر عن مركزهم في الدوري وفيه البعض بيقول ربما يتأهل كل اللي بيوصلوا دور الثمانية أيضا للنسخة القادمة مش بس النصف النهائي طبعا الخطة هي ضمان حضور كل الكبار باستمرار وقطع الطريق على البطولة الثانية اللي هدفها أساسا اللي فرق كبيرة زي مان يونايتد ميلان انتر شفناها بتغيب عن دور الأبطال في الفترة الأخيرة فقالت لا قلنا نعمل بطول اللي حالنا إحنا ليش فرق صغيرة بتاخد مكاننا في هاي البطولة النظام الجديد أيضا حيرفع دخل الأندية من البث التلفزيوني لأنه المباريات أكثر حيرفع دخلها أيضا اللي يسمى دخل يوم المباريات من مبيعات التذاكر وما يصحبها من حجزات وأمور مختلفة وحيغلق أي ثغرة في الجداول تاعة المباريات تاعة الأندية فاضية بمنع من خلاله هذا الإغلاق إقامة أي بطولة جديدة نظام توقع المسؤولون أنه ينال موافقة رسمية قريبة فحسب ما قاله لارس كريستر الأولسون اللي هو رئيس رابط الدوريات الأوروبية واللي بتغطي 29 دولة يعني في العالم في أوروبا أنه المقترحات الجديدة تملك فرصة أكثر واقعية من أي مقترح سابق للحصول على إجمع اتحاد الأوروبي لكرد القدم مش هيضحي أبدا في فلوس دوري أبطال أوروبا للأندي لازم لفلوس نظريا بالنسبة له تدخل على خزينته وهو يعيد توزيحها بطريقته طبعا هو دائما حجته أنه أنا ما بربح أنا ما بدور على فلوس أنا ما في فلوس بتكون في البنك عندي لأيلي لكن هذه الفلوس اللي بتكون معاه هو يعتقد أنه يتم إعادة توزيحها بطريقة عادلة تساهم في استمرار تطور كرة القدم بكل الدول مش بس بالأندي الغنية فقط فشو رأيكم أنتو في هذا النظام الجديد؟ هل شايفينه بينجح؟ بالنسبة لي شخصيا أعتقد أنه هيكسر روتين صورة نعيشه بدور الأبطال تعودنا صورة نشوف دور المجموعة فعلا صار ممل ما عد في الإثارة القديمة الفرق فيه فرق مستوى رهيب عارفين من حيتأهل من مش حيتأهل ربما كل 5-6 سنين تصير مفاجأة أو مفاجأتين في دور المجموعات زي ما صار السنة هذه مثلا لكن في معظم الحالات منكون عارفين شو عم بصير وشو هيصير لعن ما يجي دور الستة عشر لعن ما تملش البطولة تعيش إثارة النظام الجديد ما يستوى يبدو أنه هيقلق إثارة حتى في المراكز أنا هحاول أخذ مركز الثالث عشان ألعب مع فريق أسهل في دور الستة عشر لأني صورت عارف مع مين هلعب وهذا بيغلق نوع من التمنيز سمعوا يرأيكم في التعليقات والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر